السلام عليكم أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشادلي مرحبا بكم من جديد لما دي نشوفه صفحة ميوجوج من كتابي في اللغة العربية المستوى الثاني ابتدائي عندنا الوضعية التواصلية أصفو موقعا حضاريا نتعلمو كيفاش أننا نصفو موقع حضاري يعني مكان في المدينة مثلا مستشفى ابن سينا مثلا في الرباط كيفاش نصفو شنو غادي نقولو في هذا المستشفى ثم هنا ألاحظ وأكتشف أنشوفو هاد ثلاث أشخاص من القرية من خلال لباسهم يبدو أنهم من القرية والمكان الذي يتواجدون فيه هنا أحدهم يحكي عن زيارته للمدينة ربما هذا مسعود الذي أخذ زوجته إلى المدينة يحكي لأصدقائه في البادية عن ما رأاه في المدينة ثم لدينا أستعمل وأتواصل أصف لصديقي وصديقتي ماذا سأصف؟ أصف ملعب كرة القدم في المدينة أو مكتبة عمومية أو مكتبة عمومية إذن نبدأ بالمستشفى إذن كيف سنصف المستشفى؟ إذن المستشفى هو بناية بناية كثيرة الطوابق بها العديد من الأطباء والممردين والممرضات في ساحتها أو أمامها سيارات الإسعاف التي تحضر المرضى والمصابين المستشفى لتلقي العلاج هناك المستعجدات ثم هناك أقسام أخرى مثلاً قسم عمليات الجراحية قسم الفحوصات من أشعاء وهناك مجموعة من الاختصاصات جميع المرضى من النواحي المدينة يأتون إلى هذا المستشفى للاستشفى ألاحظ وأكتشف ألاحظ أن مسعود عاد إلى القرية وهو يجلس مع أحد ضيوفه ربما الذي أتى لزيارته لليطمئنان على زوجته وهنا يشربون الشاي يجلسون على حصير في منزل أحدهم ربما هو منزل مسعود ومسعود يحكي لهم عما رآه في المدينة من بنايات عالية وبطوابق كثيرة هناك أيضاً عمارات شاهقة وشوارع نظيفة وواسعة هناك حدائق أيضاً خلابة مثل حدقة التي نام فيها مسعود يحكي لهم مثلاً أنه وجد سعيد ابن قريتهم هناك وهو الذي استضافه طيلة الخمسة أيام التي مكثها عند مع زوجته في المدينة وهو ينتظرها إلى أن تم شفاؤها ربما سيقول بأن هناك شوارع نظيفة ورائعة وواسعة هناك سيارات كثيرة هناك عمارات كثيرة هناك ضوضاء وسكان كثيرون في المدينة مجموعة من الأشياء التي يمكنها أن يحكيها لهم مسعود نمر إلى الوصفة الملعب نلاحظ هنا هذا ملعب لكرة القدر هناك أضواء إنارة في جوانبه في أركانه الأربعة هناك مدرجات كثيرة جدا يمكن أن تسعى حتى مئة ألف متفرج هناك أرضية خضراء من العشب هناك المربع سيئة ربما أنه شاهد مباراة لأحد فرق المدينة هنا نلاحظ مكتبة هنا القيمة على المكتبة التي تراقب زوار المكتبة وتقدم لهم الكتب إما لاستعارتها أو لقراءتها هناك في المكتبة المكتبة كما ترون هي تضم كتب ومجلات وقصص إذن سنقول يوجد في المكتبة كتب ومجلات وقصص هناك في المكتبة سيدة لطيفة تقترح علينا الكتب الجيدة لقراءتها هناك قصص ممتعة وروايات ومجلات إلى غير ذلك هذا كل ما في الأمر نسبة الوضعية التواصلية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر